توقعين كم احتياجاتنا في الفترة المقبرة لاستيراد الغاز؟ أعتقد أننا لغاية 28 قد نحتاج بنسب مختلفة من الاستيراد بس أعايز أقول كلمة بس للحق يعني وللتاريخ الحقيقة لابد أننا نكون شاكرين جدا للدكتور الشاكر للدور العمل لسبب أنا هقول بس حاجة متصرة بدا أن بناء 28 ألف ميجاوات من المحطات عالية الكفاءة جدا اللي هي حدست أسطول المحطات خلت متوسط استهلاكنا لإنتاج كيلو وات ساعة من 214 إلى 176 ودي أرقام منشورة ده معنى أن إحنا بدل ما لو ما كانش ذا تم بدل ما احنا هنستورد النهاردة بمليار كنا هنستورد بـ 2.7 مليار دولار غاز بدل ما احنا كنا بنقطع ساعتين كنا هنقطع خمس ساعات ده جزء صغير بس عايز كنت أذكره ولا بد أن يقتر هذا سريعا بقى ماذا نحتاج في الفترة المقبلة نواتي لأسف نحتاج دعم للطاقة الشمسية للمنازل والمصانع أسطح المصانع كلها في مصر والمنازل تقدر تساعد تقدر تحل نهاردة زي ما شام بيقال يعني نحتاجين 4 جيجا وات للطاقة الشمسية هو قال تتبني في 4 سنين أنا عندي 52 سنة لو استخدمنا الخلايا المحطات المتوسطة والصغيرة تقدر تبنيها في سنة واحدة المحطات الصغيرة والمتوسطة تعديل بعد الإجراءات وتفعيل مبادرة دعم شمس مصر للتمويل تمويل بدون فوايد قبل للتطبيق فورا حتى لو في فايدة بسيطة نقدر ندعم بها المستهلك النهائي بالإضافة إلى حوافز النهائية للمستخدم النهائي في القطاع الصناعي بالذات تاكس بريكس النهاردة المصنع اللي يقدر أنه هو يستخدم 30% من استخداماته من الطاقة المتجددة و20% أديله تاكس بريك زي ما هي موجودة في حوافز الهيدروجين كمستثمر ماذا تحتاج؟ طبعا إحنا عايزين دايما بتقول دول العالم المكونات إحنا معظم مكونات الطاقة الجديدة متجددة بيتم استراضة محتاجين أولا هو الحقيقة إحنا بندفع الفات 5% مش 14 يا 5 إحنا محتاجين إعفاء من مش كل 14 الخمسة إحنا محتاجين نعفة من 5% محتاجين نعفة ده الفات الدراء الجمارك إحنا عليها 2% لو جاية من دول غير أوروبا محتاجين إعفاء من من الـ 2% حاجة كمان إحنا الحقيقة في البرنامج private to private أو إن إحنا نعمل محطات طاقة جديدة متجددة للوفتيكر أو المستهلك ونربط معاه الحقيقة الحمد لله يعني جاز مرفق القهربة أصدر التشريع أو القوانين واللوايح اللي بتشرع إزاي ننفس ده بس هي صدر للمستهلك الجديد يعني مصنع جديد إن أنا أقدر أديره طاقة شمسية إن ده محتاج تعديل إن ده محتاج تعديل إن ده أفتح السوء شوية إن ده أفتح السوء شوية إن أنا أدي للوفتيكر لأن صعب الجيد حتى لو لفترة مؤينة إن الحالة دي حضرتك هوفر فاتورة استراض الغاز والمسعود لو بدأنا كمستثمرين في الطاقة الجمارة متجددة بنسبة كبيرة اسمحي لي في دي واحدة غريف حاجة صغيرة حاجة دي واحدة أفتح أشار إليها زيادة تصنيع المحل مكون المحلي في محطات الطاقة المتجددة لأن الجزء ده مهم جدا وأحد يمكن الأفكار الأساسية لعمل موديول 250 ميجا هو تشجيع المستثمرين كان أحد مخرجات الاستثمار مؤتمر الاستثمار مصري الأوروبي استعداد التعاون الأوروبي للتصنيع هما طبعا مهتمين بدا لأن خايفين من الصينيين آخر حاجة وقت لازم نضيف حاجة مهمة زي بدكتور حافظ قال المجلس أعلى الطاقة ودوره عايزين نرجع دور جهاز التخطيط جهاز تخطيط الطاقة اللي كان بيحط استراتيجية عامة لمصر بين البترول والغاز والمواردة الطبيعية ده مهم جدا دور المجلس الأعلى استعاودوا بيه عن جهاز تخطيط الطاقة لكن عاودة جهاز تخطيط طاقة مهم الأمر الآخر علشان نوفر الغاز احنا نسيين تماما موضوع تسخين خانات الشمسية مهم جدا احنا عندنا الشمس ازاي ما نستخدمهاش في تدفئة وتسخين المياه